اليوم اجتماع لجنة الميزانيات كان لمتابعة النقاش مع وزارة المالية ديوان المحاسبة جهاز المراقبين الماليين كل الجهات المعنية الخاصة بالحالة المالية للدولة الحالة المالية للدولة معناة انعكاس للحالة الادارية للدولة كيف يتم ادارة البلد من قبل الحكومة كيف تتم الاستفادة من كل الموارد الموجودة عشان يكون هناك عائد جيد اذا مو ممتاز عائد على المواطن الفكرة من الادارة المالية للدولة ان تنعكس على هيكل تنظيمي صح وتنعكس من هيكل تنظيمي صح وطريقة الصرف يكون فيها ترشيد يكون هناك حكومة وادارة رشيدة لادارة هذه الموارد كل هذا الكلام صح احنا حاليا قاعد نشوف الباب الثاني لشراء الاصول الغير متداولة ومن ضمن النقاش انا شخصيا وعرف اني لما اتكلم اتكلم على لسان المواطن وعلى لسان المواطن فيما يخص بالخدمات المباشرة له اهمها العلاج لما اي وعرف بناء على نقاشنا للحالة المالية للدولة ومن عكس اكرر من عكس على الحالة الادارية وطريقة الادارة والاقي الفتشة والقاب العظيم ما بين ادارة مالية والادارية للهيكل التنظيمي للدولة واشوف كم الصرف وعدم استغلال الموارد سواء مالية مادية معنوية حتى في البشر ولا ناخذ جهود هؤلاء البشر اللي يعملون في هالجهات على مستوى عالي عشان تنعكس بطريقة ايجابية على المواطن هنا اوقف اليوم اكتشف ان فيه كتاب طالع من مجلس الوزراء الى وزارة المالية على ايام انس الصالح تقرير فني مقدم من فريق عمل دراسة امكانية استثمار وادارة مستشفى جابر الاحمد من قال لكم انه بيتحول الى قطع خاص من اللي قال المواطن الكويتي راح يدفع ثمن لعلاجه التأمين الصحي انعطل المتقاعدين ومكتوب في الكتاب حتى حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين هنا انا ما اصدق لان حالة حال كوبونات البنزيني اللي وعدوا فيها الشعب الكويتي وقت ما زادوا البنزين وبما انه عندي حالات فشل في هذا الامر ما راح اصدق انه فيه تأمين لكل الكويتيين لما اشوف ممارسة صح لهذا الموضوع الكتاب يقول انه ارجوكم لحظوا معي هنا شوفوا شوفوا العبقرية في الادارة الرشيدة اللي احنا نقول عنها وشوفوا العبقرية اللي تدار فيها البلد التأسس الهيئة العامة لاستثمار شركة عشان هذه الشركة تروح تدور شركات اللي هذه الشركات والتحالفات الاستراتيجية تدير مستشفى جابر يعني المواطن راح يدفع انا قد افهم انه انروح نتعاقد مع مستشفيات عالمية لادارة المستشفى هذي اقبلها بس المواطن يدفع لها لا المواطن ما يدفع لعلاجة المواطنين مليون مليون كويتي مليون ومئتين مع كل كم هالمستشفيات مع قدراتنا المالية كبلد نقدر انيب احسن مستشفى يدير لنا اياه وببلاش للمواطن هذا شي المصيبة ان هذا حتى كلامي اللي قاعد اقوله مردود عليه لانه سبق ان عندنا التجارب فاشلة ليش مستشفى العدان مستشفى الفروانية لما يابوا ميجيل الكندي لما يابوا جون هوبكنز معنا من اكبر واقيم المؤسسات الطبية لادارة مستشفيات ليش فشلت التجربة وليش قطعنا العقود من النص لانه هناك استسهلوا انه ما في رقابة هني طر شغلنا المتأمريكين شخصيات عربية من عندهم تشتغل يبونهم عشان يقدرون يتفاهمون مع المواطنين المرضى فشلت التجربة لا موجودين لا ادارة مستشفيات صح ما تلاقيهم نفسهم الادارة في مستشفى عدام كانت تشكي من عدم وجود الفريق الخاص بميجيل او جون هوبكنز بما ان عندنا تجربة فاشلة لان المتابعة فاشلة الحين التجربة حسب ما ييه في الكتاب تشكيل فريق عمل من لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لاستثمار والجهات المختصة ليتولى دراسة مدى امكانية اسناد ادارة المشاريع المذكورة مشروع مستشفى جابر مشروع المطار مشروع ميناء مبارك احنا ليش كثيرين المناهج وقليلين النتائج ليش هالادارة تبتكر الحكومية تبتكر مناهج لكن ما تقير تطبقها ويوم ما تيه تحاول تطبقها تفشل والفشل ينعكس علينا بنتيجة سلبية لما اي اشوف انه هما يابون امكانية اسناد ادارة هاي المشاريع جابر والمطار ومين امبارك يابون يسوون هوسبيتل مول ما يضبط تاجر في كل شي داخل المستشفى بس لا تاجر في ارواح البشر لان الرعاية الطبية والرعاية التلطيفية اهي الاهم اعطيكم مثال مستشفى الرازي شفتوا مستشفى الرازي اللي كله الحين يفخر فيه مبنى كبير وفخم والغرف حلوة هل عندي افتر كير زين ان شاء الله مع بعد تقديم العلاج في رعاية ما زالت الناس تشكي تابون العيب الاكبر مستشفى الرازي ما فيه ولا دور ولا غرفة لا مدير مستشفى ولا هيئة ادارية غرف بس كل هالمبنى اللي تشوفونا غرف بس غرف العمليات تركيب كوبسات الكهرباء غلط انا بفهم اللي صمم مو من ايام حتى جمال حربي اللي قبله اللي صمم هذا المبنى ما كان عنده خبرة في ادارة مستشفيات ولا كان في باله يبني عمارة بس الشون تحت مستشفى ما فيه مكاتب الهيئة الادارية مدير المستشفى على الاقل وفريقه الاداري الفريق الاداري الى اليوم في المبنى القديم مال الرازي صاحب السمو والله يطول بعمره لما كان موجود امر بالتوسعة السريرية قال نبي سراير اكثر سراير اكثر معناته المبنى لازم يجتمل على كل شيء لكن هذا يبين لك جزء من الاخطاء الموجودة الامر المصيبة الثانية الكتاب اللي موجه من مجلس الوزراء الى انس الصالح في ذاق الوقت وزير مالية تأسيس شركة مساهمة مقفلة لادارة مستشفى جابر يعني الاشاعات اللي سمعناها صاح تسليم القطاع الخاص وبتاخذون فلوس من الكويتين العلاج لا ابدا ولا ينقبل ايه اقبل تيبولي شركة استشارية لادارته ايه بس هذا حال الحكومة كل ما تفشل في شيء يتأسس هيئة او تيب شركة ايش هقا قاعدين ايش هقا مكلفيننا ويبون هذي الشركة تحت شراف الهيئة العامة الاستثمار والمجلس العلى للتخطيط اذا المجلس العلى للتخطيط من ضمن عضاء وزراء افشلوا وناس فلست شركاتهم وينتابو الننطيب